اشتركوا في القناة لمملكة البحرين ومكانتها كمنبر للتقارب الفكري ووجهة تمتاز بتراثها وطابعها العمراني العريق لمدنها وظواحيها وعبر سعادة الشيخ خليفة عن اعتزازه وفخره بتوجيه صاحب الجلالة الملك المعظم بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين مثمنا توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهات الحكومية بتفعيل خطة المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين واطلاق خطة تطوير مدينة المحرق وقال سعادته النهيئة البحرين للثقافة والاثار وتجسيدا لرؤية جلالته لإحياء مدينة المحرق تسعى بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المعنية لإعادة إحياء المدينة وتسليط الضوء على تراثها المادي وغير المادي ودورها الثقافي والمحوري والذي ينصهر ضمن تاريخها الغني والمتنوع ويعكس هويتها الأصيلة المرتبطة بأهلها وعاداتهم